موسيقى حالة الجملة أستخدمها باللغة الإنجليزية يعني مثلاً أنا أريد أكتب بها مثلاً ستار أو بها أورد طبعاً بما أنه بها أورد معتبر أنه اسم علم فيفضل أنه كل كلمة من هذين الكلمات تكون تبتدي بحرف كابتل أصحاب اللغة الإنجليزية هم يعرفون بهذا شي فحتى أحول كل كلمة من هذه الجملة بحرف كابتل أروح على حالة الجملة وأختار حرف كبير في بداية كل جملة مثل ما تلاحظون أن البرنامج راح يخلي لي كل كلمة بحرف كبير نجي نكبر النص وأكتب مثلاً بها مثلاً علي أو مثلاً محمد بما أنه هاي عدي أسماء علم فيفضل أنه تبددي بأحرف كبيرة فحتى أحولها كل كلمة من هذه الكلمات بأحرف كبيرة أحددها وأروح على حالة الجملة هذا الخيار وأضغط على السهم اللي موجوده بصف الأي وأجي أختار حرف كبير في بداية كل كلمة مثل ما تلاحظون أنه كل كلمة صار بيها حرف كبير هذا فيما يخص الخيار الأول نجي لدينا حالة الجملة حالة الجملة هو يبتدأ الجملة بحرف كبير فقط ويترك الكلمات البقية كما هي بالنسبة لي حالة الجملة حالة الأحرف صغيرة مثلاً أنا عندي بها كلمة بها أنا كاتبة capital letter بها فحتى أحولها إلى أحرف صغيرة أجي أختار الأحرف صغيرة أريد أحول بما أنه عندي اسم علم أريد أحولها إلى أحرف كبيرة أختار الخيار اللي هو أحرف كبيرة طبعاً عندنا الخيار الأخير بقى اللي هو طبعاً استخدامه جداً نادر اللي هو رح يعكس لي حرف كبير في بداية كل جملة رح يكون عندي حرف استهلالي في بداية كل جملة يعني حرف صغير في بداية كل جملة هذا فيما يخص فيما يخص بحالة الجملة عندنا الخيار اللي هو مسح التنسيق طبعاً يقوم بالعمل عكس الخيار نسخ التنسيق يعني أنا عندي نص مثلاً معين هذا النص منطيف التنسيق معين ومنطي مثلاً لون أحمر بولت مائل تحته خاط الخيار مسح التنسيق يقوم بمسح التنسيقات اللي أنا أجريتها ويرجع للنص كما في الحالة السابقة كأنما النص أستوى مطبوعة وأستوني قاتلة ترجمة نانسي قنقر